طب ايه المشهد الصعب اللي انت حسيت ان انت مش قفشه وانت بتصوره هاني؟ مشهد المفروض ان برهام بيبعت حد بيسمني يعني بيحطلي سم في القهوة والمشهد ده كان فيه تفصيلة كده انه هو الحاجة الشراوي عارف عارف انه القهوة دي مسمومة يعني ففيه تركيبة انك انت المتفرج لما هيتفرج اول وهو بيشوف انا المفروض ما يبينش في الأداء خالص ان انا عارف ان القهوة فيها سم فمعايا كان سند اللي هو الشخصية اللي كانت موجودة معايا والاخ الثاني الغفير اللي المفروض برهام بيعت ويسمني احمد طالب فالحكاة في انك بتقعد فيه حوار الاول بيدور وانت عارف ان القهوة مسمومة فدي انت عارف كالعمدة ولا كهاني؟ كهاني لا كالعمدة كالعمدة وعارف انه مسمومة عارف ان القهوة مسمومة بس ده ما يبينش للمشاهد غير في تفصيلة معينة في نقلة الأداء فالأمور هناك هتصعب هم كانوا عاملين بلوف او كمين لطالب لا احمد طالب بس انت مكنتش عارف انت كنت حاسس ان فيها لا 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 اتفل مع سند اتفل مع سند سند اللي جاي اقيله يعني انت بتصور المشهد وانت عارف ان القهوة دي مسمومة كالعمدة كالعمدة بس الجمهور مش عارفش واخد القهوة هيشربها امت بقى في لحظة ايه اللي حصل اللي مفروض الجمهور عارفها بالزبط انا عايز افرق ما بين ثلاث نقلات في الأداء لحاج شرقاوي انه يبين هنا انه مش عارف وبعدين هنا ابتدى يعرف ازاي وابتدى هنا يتوعد انه اللي بعتك عشان كذا وكذا وكذا وبعدين بيبتدى بقى بيبقى عنيف جدا معاه اللي ما بياخدوا بالعصايا بتاعته العصايا بتاعته انا من التفاصيل برضو اللي هو انا جبت عصايا من عندي طبعا عايز احس انه بستخدم حتى العصايا في كل في جمل كان عامل حاجة حلوة قوي في جمل معينة كيف عصايا تليق بالعمدة شرقاوي عصايا بيضة معامل لانه كل العصيان يعني برهام كان عصايته سودة فانا جبت عصايا العاج بتاعها عبيض عشان هو رجل خير من جواه فهديه توحي بالخير يا السلام وكان دايما نشاور بيها